وفي بورصة مختلفة لم يتعود عليها العراقيون في سياقات العمل المؤسسة تتجه الجهات المعنية العراقية إلى إلغاء استخدام أوصاف مثل فخامة ومعالي وسيادة وسعادة من التدهول في المخاطبات الرسمية والتخلص من البروقراطية من خلال الإبقاء على التعريف الوظيفي للمسؤول فقط ورحب المواطنون بهذا التوجه للتخلص من هذه الألقاب التي تعزز البروقراطية وتخلق شعورا بالرهبة والتفوق لدى المسؤولين مطالبين أيضا بالعمل على تغيير ثقافة المجتمع التي تضع المسؤولين في مرتبة أعلى من المواطنين وألغيت الألقاب في العراق في تموز عام 58 لكنها عادت من الباب الواسع بعد 2003 في ظاهرة لم ألفها العراقية في المجتمع والزوائر الرسمية